موسيقى 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 أهلاً وسهلاً فيكم في الفقرة الصحية الدكتور فوزي عبد الرحمن وهو استشاري أمراض ضم وأورام وزراعة وزراعة نخاع عظم وأيضاً مدير برنامج زراعة نخاع العظم في مركز الحسين سابقاً رايح حدثنا عن زراعة نخاع العظم والخلايا الجرعية صباح الخير دكتور صباح النور أهلاً وسهلاً فيك شرفتنا شكراً دكتور بداية منحبة نعرف زراعة نخاع العظم أقنشية بسم الله الرحمن الرحيم زراعة نخاع العظمة وزراعة الخلايا الجذعية قبل أن نقول هذه الخلايا موجودة عادتاً في نخاع العظم ونتكلم كيف طريق تجميعها تستخدم هذه الخلايا لعلاج بعض الأمراض بعضها عميدي وبعضها أمراض أورام سرطانات معينة نعم نستخدم هذه الخلايا لعلاجها نعم وبالنسبة للمصادر الخلايا هذه دكتور الخلايا الجذعية بالنسبة أكبر منها موجودة في نخاء العظم نفسه التجميعها بكون عن طريق التجميع مباشرة من المريض أو من المتبرع عملية التجميع عادة إذا كانت من نخاء العظم نفسه بتنفي غرفة العمليات بكون المريض تحت بنش كامل تخدير كامل إذا ممكن نعرض الصور نعم أكيد في معنى صور منحب تشوفها صور يعني توضيحية عن الموضوع نعم نعم فالمصدر الأول حكينا من النخاء اللي هو الجهة الشمال تم تجميعها المصدر تقلب نشرح بالتفصيل كيف تجميعها المصدر الثاني ممكن أنه نحفز هذه الخلايا الجذعية تطلع من النخاء العظم للدم ونجمعها مباشرة عن طريق الدم وهي أسهل للمتبرع نعم والمصدر الثالث هو دم الحبل السري نحن نرى اللي بعد ديها طبعا الآن التجميع من النخاء العظم زي ما ذكرنا أنه تم في غرفة العمليات المريض بكون تخدير كامل في وضع أنه نايم على بطنه وتم تجميع الدم سحب الدم من النخاء العظم من منطقة الحوض من الخلف وتجميع هذا الدم في أكياس مخصصة وبعدين تعامل معها في المختبر للتخلص من الشواب الموجودة فيها الطريقة الثانية أن هذه الخلايا ممكن أن نحفزها تطلع منه خلايا العظم إلى الدم عن طريق إعطاء أدوية معينة إبر محفزة للخلايا الجذعية ويتم فصل الخلايا هاي أسهل للمريض بكون المريض صاحي ما بده تخدير بس بتركب له إبري بكل إيد جهاز بسحب الدم وهذا الجهاز نفسه بعمل فلتر للخلايا الجذعية وبعيد الدم للمريض نفسه فما بتنزل قوة دمه والمصدر الثالث اللي هو وقت الولادة تجميع الدم الحبل السري وتخزينه لاحتواءه على نسبة عالية من الخلايا الجذعية إذا بنحكي عن تخزين الخلايا الصورة بتبين تخزين الخلايا الخلايا ممكن تنعطها للمريض مباشرة في حالات عادة الزراعة المتبرع الزراعة الذاتية عادة بتم تخزينها في نيتروجين مسال درجة حرار بتكون ناقص 160 وهيك بكون شكل الأكياس المحفوظ فيها وهي عملية باختصار تجميع من متبرع المريض بالنص قاعد بأخذ الأدوية التحضيرية قبل الزراعة بنسميها وعادة أعطاء الخلايا للمريض وهي زي ما بنشوف مش عملية جراحية أعطاء الخلايا للمريض إبارة عن باعتبار كأنه نقل دم نقل هذه الخلايا الجذعية عن طريق قسطرة وردية مركبة للمريض نعم وهذه الخلايا نفسها بعد أعطاها للمريض عن طريق القسطرة الوردية تذهب إلى نخاء العظم وتنغرس في نخاء العظم وبعد حوالي معظم الحالات بعتمد على مظهر الخلايا الجذعية بس إذا كان عن طريق الدم تقريبا عشر أيام أسبوعين تبدأ في إنتاج خلايا جديدة وتبدأ هذه الخلايا بالظهور في الدم في الفترة اللي قبل ما تشتغل الخلايا انغرسة بكون المريض منعته نازلة تقريبا صفر دمه نازل صفائح نازلة هاي فترة حرجة بتكون في عملية الزراعة نعم المريض بكون بحاجة لنقل دم نقل صفائح عرضة أنه يصير عنده التهابات وحاجة لمضادات حيوية حتى تنغرس الخلايا الجديدة وتتحوض نخاء العظم نعم جميل جدا دكتور جزر واحد بتهيأ له لما يسمع خلايا بفكرها أنه أنسجة يعني ممكن هيك صح فعليا أو الانطباع الأول فكرها هي فعلا نسيج مش من الدم يعني شكله نسيج كأنسجة الخلايا نفسها ولكن فعليا هي في الدم خلايا هي خلايا بالدم الآن يعني بختلف عن زراعة الأعضاء زراعة الأعضاء الثاني بتكون عبارة عن عضو نعم بما فيه من مكونات نسيجية بينما خلايا زراعة الخلايا الجذعية المكونة للدم هي عبارة عن خلايا هذه الخلايا إذا ما أحكينا إياه من جمع من طريق النخاع عن طريق الدم أو من دم الحبل السري نعم جميل جدا دكتور إذا بتسمحنا ممكن أن نفصلهم هل فيه فرق مثلا بين الخلايا اللي بتتأخذ من النخاع الشوكي مباشرة أو بتتجمع من الدم أو من الحبل السري أوكي من النخاع العظم نخاع العظم عفت إذا كانت عادة أمراض سرطانية لوكيميا أمراض سرطانة الدم الحادة يفضل أنه نأخذ عن طريق الدم لأنه العلاج بالزراعة هو علاج من شقين جزء منه العلاج الكيماوي حكينا الأجوية التحضيرية بنعطيها للمريض مشاء نتخلص من النخاع المريض والشق الثاني منه أنه هاي الخلايا اللي جمعناها من المتبرأ لما تنغرس في جسم المريض تتعرف مع أنه مطابق له لكن فيه فروقات بسيطة بينهم تتعرف لو باقي خلايا مرضية فهذه المهاجمة نحتاجها في حالات السرطانات وبنأخذ عن طريق الدم بعض الحالات اللي مش سرطانات فقر إشي لما نحكي عن الحالات اللي بنستخدم الزراعي لها فقر الدم اللا نسيجي بسمه أنه نخاء العظم بتحول بطل فيه نخاء عظم بصير بس عبارة عن دهون بطل فيه خلايا مكونة للدام هاي الحالات من السرطان نخاء عظم ما بشغل بدنا نعوض نخاء العظم هاي الحالات منجمع من النخاء نفسهم لأنه ما بدنا يصير مهاجم إلى جسم المريض نعم هلا دم الحبل السري نستخدمه إذا المريض ما كان إلو مطابق قريب حي نعم جميل جدا دكتور من الحبل السري يعني هلا نحنا كثير من نسمع بصير ما يشبه بالظاهرة يعني إذا ما بدي أحكي ما بدي أستخدم كلمة موضة برأيك في هذا الموضوع هل فعلا هناك في داعي للأشخاص العاديين هلا الأشخاص العاديين بصراحة احتمالية أنه إذا حد تخزن هاي الخلايا الدم الحبل السري لا احتياج هو واحتياج حد من عائلته احتمال أن حد من العائل يحتاجه قليل جدا جدا من ناحية اقتصاديه مش مجدي واحتمالية أن يحتاجه قليل هلا ببلاد برأ موجود بنوك تخزين دم الحبل السري عم السوى وطني نعم زي بنك الدم لكن هاي بكون تتخزن هاي الوحدات إذا في مريض ما إلو مطابق من أقرباءه بتم البحث بالمعلومات الموجودة عن هاي الوحدات وإذا كان مطابق بتم أخذ من بنك الدم الحبل السري نعم نعم جميل جدا يعني بكون في عندهم مثل قاعدة بيانات قاعدة بيانات لكل الأشخاص الأمراض اللي ممكن أنه يتساعدنا فيها الزراعة دكتور في الأمراض تقسم إلى شقين جزء منها بعض أمراض سرطانية مثل سرطانات الدم الحادة لكيوتلوكيميا بعض سرطانات الدم المزمنة هاي المرض بكون نفسه بالنخاء فالعلاج بكون عن طريق التخلص من النخاء للمريض بعضها جراعات عالية من الكيماوي أو كيماوي ما أشعها وما ثم تجميع خلايا من المتبرع ونقلها للمريض لعادة تجديد النخاء الحالات الثانية كمان بنحتاج جراعها من متبرع إذا كان مرات بصير خلال مناعي نخاء العظم زي ما حكينا بتحول لعبارة عن دهون بطل فيه إنتاج لكوريات الدم الحمر بسمه فقر الدم اللانسيجي هاي الحالة بنجيب خلايا من المتبرع بنغرسها بالمريض مشان أنه تجدد نخاء العظم المريض بعض الأمراض الوراثية زي فقر الدم البحر الأبيض متوسط الثلسيميا ممكن علاجه بنطريق نقل من متبرع على بعض الزراعات هاي زراعات من متبرع في بعض الزراعات بسمية زراعة ذاتية يعني المريض نفسه عنده ورم عادة سرطانة غدد لنفاوية نخاء العظم بكون عنده المريض سليم الهدف من الزراع أنه بنعطيه جراع عالي من الكيماوي أعلى من جراعات العادية هاي الجراع العادي تقضي إن شاء الله على المرض لكن نفس الوقت ما في طريقة أمنع أنها تقضي على النخاء السليم عند المرض فالخطوة الأولى قبل أن نعرض المريض لهاي الجراع عالي من الكيماوي أن نجمع خلايا جذعية من المريض نفسه ذاتية ويتم تفريزها زي ما ورجنا بالصور بالنيتروجين المسال وبعد إعطاءه الجراع العالي من الكيماوي تم رجاع الخلايا الجذعية لجسمه حتى ترجع جدد نخاء العظم وإنقاذ لنخاء العظم نعم نعم جميل جدا بهذه الحالات بتكون جوز هو الحل الوحيد بتكون هي الحل الوحيد هلأ لما نحكي عن مثلا نسب النجاح بعض الحالات سرطنات الدم الحادة مثلا لوكيميا إذا في خلال معين بكرومسومات معينة أو إذا تعالج بكيماوي ورجع بصير احتمالية الشفاء من الكيماوي العادية أقل من 5% لما نعمل زراعة من متبرع هاي النسب توصل 50 و60% مقارنة بقال من 5% فأكثر من 10 أضعاف احتمالية زيادة الشفاء نفس الشيء سرطنات الغدد الانفاوية إذا رجع المرض مرة تانية بصير احتمالية شفاء من الكيماوي نفس الشيء نسب قليل أقل من 10% بينما بالجرع العالي من الكيماوي وعطاه خلايا ذاتية توصل النسبة مرة 60% بعض الأمراض النسب فيها أحسن من هيك يعني الشقلات الخلال المناعي اللي بدي إلى فقر الدم اللانسيجي نسب الشفاء بتوصل فوق 70 و 75% نعم ثلسيمية نسب الشفاء بتوصل بحدود 90% المريض بطل يحتاج نقل الدم بطل عنده مضاعفات من نقل الدم نعم نعم جميل جدا دكتور حضرتك يعني ذكرت أنه ممكن يكون من متبرع مش قريب أو ولكن متطابق متطابق فعليا إش يعني شو الفرق أنه من يكون واحد قريب ويكون أخ أو يكون أخت شو هو التطابق اللي بيكون أوكي هلا في على الكريات الدم البيض في أنتجينات بروتينات معينة وجدت بالدراسات من القديم أنه هاي إلها أهمية في رفض هاي الخلايا أو قبولها والمضاعفات اللي بتحدث منها ففي أنتجينات معينة بالمختور نعمل لها فحص عند المريض وإلها أرقام معينة وبنشوف نفسها عند المتبرع إذا كانت متطابقين نفس الأنتجينات موجودة عنده هاي إلها أنتجينات موجودة على كريات دم البيض بيكون متبرع مطابق إذا كان ما في حدا من الأشقاء مطابق للمريض نضطر نلجأ لمطابق نفس الأنتجينات لكنه غير قريب نعم يعني مش شرط أنه شقيق أو أخت أنه يكون مطابق مش شرط صح لا عندنا مثلا بالأردن لأنه احنا محظوظين أنه العائلات عددها كبير احتمالية أننا نلاقي مطابق من الأشقاء للمريض حوالي 60% 65% بأمريكا مثلا نقل من 25% نعم وبتكون عفوا للمقاطعة دكور بتكون يعني شقيق ابن عم ابن عم ابن خال كمان بتصير السلالة ضلها تقرب وتبعد هلا عادة نحكي عن أشقاء أخوان وخوات نعم عنا بالأردن لأنه في عنا زواج أقارب بحب زواج بنت عمه وبنت خالته فممكن تكون فيها انتجينات مشتركة بعض الحالات اللي ما بنلقى مطابق إلو من أخوانه أو أخواته الأشقاء بنلجأ لا إش بسموك سندد فم لسلش بنعمل بحث بولاد العام وولاد الخالي وممكن يكونوا مطابقين نعم نعم جميل جدا وبالنسبة للمتبرعين اللي مش أشقاء الأشخاص العاديين هي فقط الخريطة المعينة أو البروتوكول المعين البروتوكول المعين نعم عنا هون بالأردن ما في قائدة بيانات لمتبرعين طوعيين أنه هو حاطت عامل فحصه وحاطت بياناته إذا حد يحتاجه بنحكي معه لكن من بره بالغرب بأوروبا بأمريكا في قائدة بيانات وبعض الحالات اللي عنا هون ما إلهم مطابقين لجأنا لبعض الحالات نحضر خلايا من الخارج للمريض من مطابق غير قريب نعم نعم جميل جدا دكتور إذن نحكي عن السرطانات تحديدا حضرتك مدير برنامج زراعة نخاء العظم في مركز حسين السرطان سابقا يعني أديش عم تعطي أمل للمصابين بالسرطان طبعا بعض الحالات اللي زي ما ذكرنا أنه نسبة الشفاء عادة الواحد تفكر لما ينصاب بالسرطان أن نهاية الحياة وهذا شيء مش مزبوط يعني إن شاء الله أنه في علاج معظم الحالات خصوصا سرطنات الدم حتى الناس اللي لما يرجع للمرض تفكر أنه كمان أنه هاي خلاص جربت أول مرة هو يرجع للمرض لا لسه فيه أمل بالشفاء إن شاء الله اللي هو عن طريق إجراء عمليات زراعة النخاء وبعض الحالات اللي نسبة الشفاء اللي بتكون بالكماء وقال من 5% بتوصل 50% و60% وبعض الحالات اللي ممكن تودي لو فزي فقر الدم لنسي جبط النخاء العظم يشتغل نسب الشفاء بتوصل فوق 75% نعم نعم جميل جدا بتعطي أمل دائما للمريض حالو وبالنسبة للمتبرع هل بيكون في أي خطر على حياته العملية نفسها هل هي خطرة هل في أي تأثير على جسمه على حركته على أي شيء في حياته بعدين المتبرع إذا كنا مجمعين له عن طريق الدم عادتا ما في مضاعفات الإبر اللي بنعطيها مشان تحفز الخلال جدعي تطلع من النخاء العظم إلى الدم تعمل شوية توجع بالعظم بس ممكن يخذ حبتين بنادول بروح الوجه حبة بروفن أكثر منيك ما بيحتاجه نعم وبعد التجميع ما في مضاعفات على المدى البعيد إذا كنا مضطرين نجمع من المتبرع عن طريق نخاء العظم المضاعفات عادتا نتيجة التخدير يعني ممكن يصير عنده سفراء اغتعب بس من البنج وبعد هيك ما فيه لها تأثير لا على الحركة ولا على المشي بعض الناس بخلطوا بين نخاء العظم والنخاء الشوكي بعض الناس فكروا أنه إذا تبرع رح يصيبوا شلل أو رح يصيبوا عقوم نعم واضح الحكي مش مزبوط يعني ما بنبلش بالعصاب نخاء العظم مش نخاء الدم فالمريض ما بيأثير على العصاب وما بأثير على العقوم الآن بالنسبة للمريض لكي نكون واضحين بعض الجرعات العالية من الكيمة والمعطية للمريض وليس المتبرع تؤدي إلى عقم لكي قبل أن نعطي المريض هذه الجرعات عند الرجال يتم تخزين الحيوانات المنوية وتجميدها للمستقبل وبعض السيدات حاليا تزيد تخزين المبايض تم إصال مبيض وتجميده وإعادة زرعه بعد عملية الزراعة نعم نعم جميل جدا بالحديث عن التخزين دكتور مراكز يعني تخزين الدم خصوصا من الحبل السري يعني كمية توفرها تكلفتها يعني وضعها خصوصا خلينا نحكي حتى اجتماعيا يعني كيف وضعها في البلد حالا بالبلد لحد الآن ما في بنك تخزين دم حبل السري على مستوى وطني في بعض البنوك قطاع خاص لتخزينها وهاي عادة زي ما حكينا قبل بتم المريض أو الأهل بخزنوها جسا كيسا إذا حتاجوها في المستقبل بس مش على مستوى وطني إنه إذا أي مريض حتاجها ممكن يتبرحوا فيها بالخارج موجود في أمريكا في أوروبا في بنوك معروفة في نيويورك في بنك كبير وبعض الحالات إنه إحتاجنا نجيب دم الحبل السري تم إحضار خلايا دم حبل السري من أوروبا نعم ممكن يعني هاي العملية ممكن تتم إنه الواحد يستورد يستورد من أوروبا نعم طبعا في تكلفة حضار الخلايا عادة بتكلف بحدود 25 ألف دينار جميل جدا يعني دكتور معلومات كافية ووافية شكرا هل في أي مثلا إضافة أو في أي شيء حابب أنك تنوه له ما حكنا عنه الأشي الوحيد بس أنه المريض دايما أنه يكون متفاعل أنه فيه أمل نعم حتى لما بأحرك الظروف أنه رجع له المرض طبعا خبر سيء أنه أول شيء يتشخص خبر سيء فيه أمل بالشفاء رجع المرض كمان خبر سيء بس فيه فرص بالشفاء إن شاء الله بالزراعة المتبرع إذا كان حدا حتى بنواجه بعض الحالات أنه أخ أو أخت بيكون متهيب أنه يتبرع للمريض لأنه خايف من المضاعفات زي ما تكلمنا عادة أن المتبرع ما فيه مضاعفات على المدى البعيد ما بزيد احتمال يتسير عنده لاقم ولا شلل ولا يسير عنده أمراض ثانية نعم جميل جدا شكرا شكرا جزيلا دكتور تشرفنا في حضرتك موضوع المهم وحساس شكرا 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 على المتابعة لا تنسوا تشتركوا في القناة لحتى تشوفوا كل جديد